السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة دار مريم اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد طبق ديال الجاج اللي كيجي ساهل ماهل و كيجي غزال بنين بزاف بواحد صلصة اللي بحالي كتبع في الزنقاء غنحضرها ان شاء الله فنتار و رفضوا بشوية ديال البطاطا من سوطيا فكنتمنى انكم بتابعوا معي الوصفة و حتى لخير ان شاء الله فنخليكم مع المقادر وطريقة ديال التحضير بسم الله بنسبة المقادر غنحتاج هنا واحد جاجة لقسمتها لنصف وممكن تديروا اني جاجة كاملة المهم كمية لحسب بعد افراد الاسرة غنضيف هنا واحد معلقة كبيرة ديال السكر من الاحسن ان يكون سكر اشقر غنضيف لها معلقة كبيرة ديال التحمارة غنضيف لها شوية ديال البزار يستحسن البزار الأبيض نضيف ملحة نضيف ملحة سنينة التومة نضيف زعتر نضيف ملحة نجمع أليس زعتر ونضيف رائع حلق أثير نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف السيد نضيف السكر نضيف ملحة يجب أن تكون ملء أحسن استعملوا يديكم و ديما تحضر جلده جيدا و تحضر جلده و تحضر جلده و نتجه و نتجه بعد شرمه سأخذ سلوفان سلوفان و سنغطي بالدجاجة و نجعلها ترتاح أطوال مدة ممكن من الأحسن بيتها و نجبدوها و نجبدوها سوف نجبدوها سوف نجبدوها سوف نأخذ الطبق أو بلاطة الفران و نضيفها و نضيفها الطبيعة و نقوم بإمكان المحكة الطبيعة لن نقوم بأسرنة و ننغطي بالكوين و نقوم بالتقديم و نقوم بإمكان المحكة الطبيعة و الاحوط نقوم بإمكان المعكة فالطريقة نقوم بالفيديو و نتجدها سوف نضيف الخالات سوف نضيف الخالات سوف نضيف الخالات نضيف الخالات سوف نضيف الخالات ونضيف الخالات نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف قصبر و مائدنوس و نضيف قصبر و مائدنوس و نضيف شوية البزار و نضيف شوية كامون و نضيف شوية الملحة و نحرك الأناصر مع بعضهم كيف تشوفوا مزيان اتضفها و نضيف لهم الابطاطا التي سلامتها و نضيف الشمس و نضيف شوية كلها- نحرك الأناصر و نضيف جانبا من بعد الميد من الزجاج كيف تشوفه فنضيف الشمس و نضيف بها و نضيفه و انا مرح المزيان فلنقذ بكسgod الخلاة والبيض لنقوم بخلاة ونقوم بخلاة الغلاة أبت لنقوم بشفت سوف نرد الفرن من الفوق سوف نقدمه بصحة و العفية نتمنى انه يمكننا الإعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته